الهيئة الإسلامية في النمسا ترفض إلغاء التعليم الديني في المدارس أسار اقتراح حضو مجلس التعليم كريستوف فيدكير يوم السفلساء بدخال مادة الديمقراطية كبديل عن التعليم الديني الإلزام في المدارس ردود رافضة من جميع المجتمعات الدينية ووفقا لفيدكير فأن هذه المادة ستشمل تعليم الديمقراطية والقيم والأخلاق بالإضافة إلى معرفة حول جميع الأديان المعترف بها بينما يجب أن تكون مادة الدين اختيارية وتضاف إلى الجدول الدراسي حسب الرغبة طبعا حسب آخر استطلاعات الرأي أو عفوا آسف آخر الإحصائيات قالوا أن 35% من طلاب المدارس الابتدائية في النمسا هم من المسلمون طبعا هذا الرقم من الطبيعي لأن العديد من من لجأ في الفترة الأخيرة إلى النمسا من عام 2010 إلى اليوم يعني 14 عام من اللجوء هم فعليا من المسلمون غالبهم معظمهم من المسلمون كانوا من سوريا كانوا من العراق كانوا من فلسطين أو ما إلى ذلك إلى أفغانستان هم من المسلمون فطبيعي أن يكون هذا الرقم موجود طبعا رئيس الهيئة الإسلامية أم فرال قال ربط زيادة عدد الطلاب المسلمي بطالب تعليم ديمقراطي هو أمر مقلق وأشار إلى أن التعليم الديني الإسلامي يشجع الطلاب على التعامل مع إيمانهم والمشاركة مسئولية في المجتمع مشددا على توافق الإحادة الإسلامية مع الشعب بالانتماء للمجتمع النمساوي وأكد أن التعليم الديني يعزز الحوار بين الأديان حسب وصفه طبعا السيد طبعا وزيرة الإندماج سوزانة راب قال تعبرت عن رفضها لاستبدال التعليم الديني مادة ديمقراطية ومؤكد أن التعليم الديني محمد استوريا هذا محي من حزب الشعب دققوا وأشارت إلى أن التعليم المدني والمعلومات على الحياة في الدمقراطية يجب أن يكون لها مكان معهم آخر في النظام التعليمي طبعا بعد الانتقادات أوضح في داكير أنه تم فهم اقتراحه بشكل خاطئ مؤكدا أنه لا يقترح أي تغييرات على الوضع الحالي للتعليم الديني وأوضح أن التعليم الديني اختياري فعاليا هو فعاليا التعليم اختياري ويمكن إلغاؤه في أي وقت وأنه يمكن الاستمرار في حضور التعليم الديني على أساس اختياري كما هو الحال حاليا وفي النمسا يعتبر التعليم الديني الزامي للطلاب الذين تمون إلى مجتمعات دينية ما اعترف بها قانونيا ويمكن إلغاء التسجيل خلال أيام الخمسة الأولى من السنة الدراسية والطلاب بالانتماء ديني يمكنهم حضور التعليم الديني كموضوع اختياري وفي المرحلة الثانوية يجب على الطلاب الذين يلغون التسجيل في التعليم الديني حضور دروس الأخلاق طبعا هذا الخبر نحن وكيف نقرأه؟ أنه فعليا يوجد زيادة واضحة بالمسلمين في النمسا ولكن يوجد خوف على ما يبدو من الجانب النمساوي على هذه الكثافة البشرية والذي أصبحت تشكل أغلبية يوما بعد يوم وهذه النسبة لن تتضاءل للعلم يعني هذه النسبة كل سنة ستزيد يعني اليوم خمسة وثلاثين لن تكون السنة المقبلة ثلاثين ستكون السنة المقبلة ستة سبعة وثلاثين أربعة وثلاثين إلى أربعين ربما أكثر من ذلك لأن هذه الديمغرافية حاليا هيك شكله ترجمة نانسي قنقر